مزيد من الرصاص يتطاير في الهواء مزيد من القتلى يسقطون على الأرض هذا هو الحال في مناطق المعارك الدائرة بمحيط العاصمة الليبية ترابلوس أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دولياً أن عدداً من الأشخاص قضوا وجرح العشرات في الغارات التي شنها المشير خليفة حفتر اليوم تقول حكومة فايز السراج إن أغلب عمليات القصف نفذت في مناطق مدنية فيما أعلنا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر إن الهجوم استهدف مقر ومخازن أسلحة تعود لتنظيم القاعدة في تاجراء وعنزارة ويتبادل الطرفان الاتهامات حول من يعرض حياة المدنيين للخطر وسط تحذيرات من انهيار الأوضاع الإنسانية في ترابلوس حيث أدت المعارك حتى الآن إلى مقتل 287 شخصاً وشرح المئات وفرار الآلاف نتيجة القصف العشوائي للمناطق السكنية نحن بالكاد وصلنا إلى نهاية الأسبوع الثالث من الصراع وأحصينا 40 ألف ومئة شخص فروا من منازلهم في مناطق مختلفة من ترابلوس لكن طبعاً من المناطق الموجودة في الخطوط الأمامية للمعارك بشكل رئيسي انقسم المجتمع الدولي إلى داعم ومعارض ومن هو بين هذا وذاك لحفتر الأمر الذي حال دون إجماع المنظومة الدولية على إقرار مشروع لوقف إطلاق النار في ليبيا مثال على تناقض المواقف الدولية هي فرنسا والتي وفق ما أكد المبعوث الأممي في ليبيا تعترف بحكومة الوفاق إلا أنها لا تتجاهل دور حفتر في محاربة الإرهاب علماً أن السراج اتهمها بدعم حفتر كما طالب بالكشف عن الدولة التي مدته بطائرات